أوضحت أرقام صادرة عن مكتب العمل السويدي أن 5% من مجموع اللاجئين الجدد يستمرون في الدراسة بعد نهاية خطة الترسيخ التي تمولها الدولة السويدية وأن هؤلاء فقط ينتظمون في المدرسة أو الجامعة رغم أن نصف اللاجئين الجدد ليس لديهم شهادة الثانوية العامة وزيرة سوق العمل السويدية إلفي هانسون اعتبرت أن أسبابا اقتصادية قد تدفع اللاجئ إلى التخلي عن الدراسة ووصفت الوزيرة هذه الأرقام بأنها مفاجئة بعض الشيء خصوصا كما قالت أننا نعلم مدى أهمية الدراسة لدخول سوق العمل مع العلم أن هناك العديد من الوظائف الشاغرة لكنها تحتاج للدراسة والتعلم كي يتم الحصول عليها أنيكا سوندين من مكتب العمل قالت في هذا الإطار أن هناك العديد من فرص العمل لكن المهاجرين واللاجئين ليس لديهم ما يكفي من التدريب للحصول على عمل مشيرة أيضا إلا أن غالبية العاطلين عن العمل لفترة تزيد عن العام هم من المهاجرين واللاجئين مشاهدين المعروف أن خطة الترسيخ هو برنامج ممول من قبل الدولة يخضع له اللاجئ الجديد بعد نينه الإقامة في السويد لمدة سنتين بهدف دمجه في المجتمع السويدي وتحديد توجهه الدراسي والعملي من غرفة أخبار الكمبس كان معكم هاني نصر